أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من كوادريغا والتي نخصصها للمعركة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث احتدت نبرات مرشحية الرئاسة وكذلك الوسائل المستخدمة في السباق نحو البيت الأبيض الأمر يتعلق بفضائح جنسية وأكاذيب موثقة أضرت كثيرا بسمعة المرشح الجمهوري دونالد ترامب غد بدأ الكثير من أعضاء الحزب الجمهورية البارزين يديرون ظهورهم لترامب استياءا من تصريحاته غير الأخلاقية تجاه النساء التراجع المتواصل لشعبية ترامب صب في مصلحة منافسة هيلاري كلينتون التي تتقدم عليه بالتراض في استطلاعات الرأي لكن ترامب يرفض الاستسلام ويقاوم كما يقول هذا الموضوع سنناقشه اليوم مع ضيوفنا في الستوديو وهم عامر الموسوي الصحفي والمحلل السياسي أهلا بك وأرحب أيضا بالأستاذ حسن خضر الكاتب ورئيس تحرير مجلة الكرمل وتشاركنا أيضا مارتينة سابراء الصحفية والخبيرة في قضايا التنمية الديمقراطية أبدأ معك مارتينة كيف يمكن وصف هذه التصريحات الغير الأخلاقية كما وصفت لترامب تجاه النساء هذه التصريحات طبعا ضد النساء هذه تصريحات غير أخلاقية ليست جيدة لازم نهين هذه التصريحات ولكن هي تنسجم ما نعرفه عنه ما خبرتنا مع ترامب هي ليست أساسا مفاجعة طيب هذه الفضائح الفيديو أو الفيديوهات التي نشرت واليوم أيضا هناك سيدتان تتهمان ترامب بالتحرش بهما وهذا ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز على ما أعتقد إذن هل يعني ذلك أن ترامب ارتكب أخطاء أو ظهرت هذه الأخطاء في نهاية الحملة الانتخابية قد تكون القاضية عليه بسباق الرئاسة هذه طبعا أخطأه هو ولكن من المتأكد أن هذه الفيديوهات ليست مفاجأة ليست صدفة نشرها الآن في هذه المرحلة من الحملة أنا متأكدة أن هذه الفيديوهات كانت موجودة والناس اللي طلعوهن اللي نشروهن طلعوهم الآن من الجرور هذا أكيد لأنه طبعا الفترة المرحلة صالحة لها تأثير كبير وأكيد تأثير سيكون كبير ممكن هذا كانت الدربة نهائية لأله عامر هل تتفق مع هذا الرأي بأن هذه الفضائح الجنسية والتصريحات المسيئة للمرأة ستكون قاسمة للظهر بالنسبة لترامب أم أنه يمكن أن يستغل الفرص ويلملم هذه الجراح ويعود بقوة إلى سباق الرئاسة أعتقد هناك قراءتين لهذه الأحداث المتسارعة بالحملة الأمريكية قراءة تتحدث عن أن المرشح ترامب قد يسعى أيضا لنشر فضائح قد تكون بالضد من السيدة إلى كلونتون يعني هناك الكثير من الوقت وسيكون حافنا ببعض المفاجآت هكذا علمونا الأمريكيون بحملاتهم الانتخابية لكن لو رجعنا إلى تصريحات زوجته زوجة ترامب عندما علنت عن موقفها وقالت أن هذا لا يمثل زوجي وزوجي شخص مختلف يعني وهي المرأة أيضا يعني هذه القضية تقسم المجتمع الأمريكي قسمين قسم النساء أتصور ذلك يعني لا ننسى أن المرشحة التي ضد ترامب هي مرأة أولا أو أخيرا وهو يعني وجه ناره ونار تصرفاته غير الأخلاقية تجاه النساء أعتقد أنه قد يفقد نصف الناخبات الأمريكيات لصالحه وهي نقطة قد تكون مؤثرة جدا خاصة أن الأمريكيين يفتخرون بأنهم أمة لا تفرق بين الرجل والمرأة وهناك المساواة بينهما في العمل وفي السياسة ويأتي رجل ليقف على سدة الحكم ويكون له توجهات مختلفة عنها أعتقد أن ترامب سيكون بوضع حرج جدا ما لم تحدث مفاجآت اللحظة الأخيرة التي هي ليست مفاجآت تعلمون في التاريخ الماضي عن السيباقات الأمريكية للبيت الأبيض إذن كما ذكرت عامر أستاذ حسن يعني كلينتون أيضا متهمة بفضائح كثيرة نذكر منها مسألة استخدام إيميلها الشخصي للتواصل بشأن قضايا تهم الدولة الولايات المتحدة الأمريكية هل تعتقد بأن الناخب يجد في فضائح ترامب سببا للتخلي عنه وبالتالي تفضيل كلينتون أم أن الأمر لم يحسن بعد وبالتالي كما قال عامر سنشهد تبادل للفضائح والاتهامات أعتقد أن فرص ترامب أصبحت أقل بالتأكيد وأصبحت أقل بسبب الفضائح هذا صحيح ولكن هناك سبب أهم من ذلك وهذا السبب أن الجمهوريين أن قطاع كبير من الجمهوريين أصيب بالزعر أو بالخوف من ظاهرة ترامب هذا سبب ثاني أيضا ومهم جدا السبب الثالث هناك أيضا على صعيد العالم بالنسبة لأوروبا بشكل خاص لأن ظاهرة ترامب تلقي بآثار بالغة السوء على مستقبل الوضع السياسي في بلدان أوروبية مختلفة فبالتالي إذا تمكن اليمين الأمريكي الذي يمثل ترامب من الفوز في الولايات المتحدة هذا سينعكس أيضا على الأوروبيين فبالتالي الضغط على ترامب هو قادم من جهات مختلفة في الواقع لكن دعني أستوقفك قليلا أستاذ حسن ترامب له تصريحات مثيرة للجدل في قضايا كثيرة في قضايا منع دخول العرب والمسلمين مثلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية علاقته باللاتينوس سكان دول تماما الأمريكا اللاتينية ثم أيضا تصريحاته فيما يخص الناتو وأوروبا والتقارب مع بوتين الذي يعتبره شريكا سياسيا على عكس الإدارة الأمريكية الحالية كل ذلك قاله ترامب وحظي بدعم الجمهورين لماذا الآن تخلوا عنه عندما تكشفت هذه الفضائح؟ تخلوا عنه لأن هذا القدر من الابتذال هذا القدر من العمى السياسي غير محتمل من جانب الطبقة الوسطى الأمريكية الفئات الأقل حظا في الولايات المتحدة بالمعنى الاقتصادي هي مع ترامب بدون شك حتى الميل الماتشو يعني الميل الذكوري هو يجد لدى قطاع واسع من الفئات الأقل حظا خاصة من الرجال في الولايات المتحدة يجد تأييد بدون شك ولكن هؤلاء لا يمثلون قطاعا غالبا في الطبقة الوسطى الأمريكية لهذا السبب هناك إحساس بالزعر من ظاهرة ترامب لأن هذه الظاهرة تمثل شخص عديم الثقافة شخص كاذب شخص معادي للنساء أو كما بالإنجليزي شخص ستصبح بين يديه إذا أصبح رئيسا للولايات المتحدة مفاتيح الترسانة النووية بمعنى أن مصير العالم يمكن أن يكون بين يدي شخص كهذا هذا شيء مرعب وغير محتمل لكن لماذا الآن فقط مارتينا بدأ الحديث عن عدم أهلية ترامب حتى من قبل بعض الجمهوريين لكي يقود الولايات المتحدة الأمريكية مع أن له تصريحات كما ذكرنا مثيرة للجدل بشأن قضايا كثيرة منها علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالنيتو علاقة الولايات المتحدة بروسيا الآن فقط بدأ الحديث عن أنه غير مؤهل لكي يكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بعد تحرشه أو هذه القضايا لكن هناك انتقادات من زمان هذه الانتقادات ليست جديدة تراكمت خلال الأشهر الماضية ولكن طبعا هي مسألة بحدلة أيضا هي أيضا مسألة بحدلة للجمهوريين كيف هما يخلصوا من هذه القضية هما بدأوا معه طبعا لم يكن هناك الوفاق 100% على هذا المرشح من البداية ولكن هما رشحوا في النهاية هو نجح بين 10 أو أكثر من 10 مرشحين هو كان المرشح ترامب ونحن في ألمانيا استغربا منذ سنة من هذا المرشح من البداية مثلا الأوروبيين استغربوا من هذا الترشحي من هذه الشخصية ولكن الجمهوريين كيف يخرجوا من هذا الإحراج وأنا أظن أنهم كانوا ينتظرون أيضا الفرصة والمخرج الأخير وهذه القطرة الأخيرة ولكن من زمان نحن أمام 100 شخصية 100 جمهوريين من أعظم شخصيات الجمهوريين الذين وقعوا على بيانات ضده تصريحات ضده وأنا أظن أنه هذه فقط النهاية وهو البحث أن مخرج فعلا هل يعني ذلك بأن الجمهوريين خسروا الصباق الرئاسي في هذه الجولة على الأقل؟ أنا أظن أنه هم حاليا أمام حالة صعبة جدا وهم يحاولون هي محاولة الإنقاذ يعني محاولة أنه ينقذوا اللي ممكن يعني تقليص الدرر تقريبا آه إذن من يعرف ترامب يعرف أنه لا يستسلم فرد فعله على تخلي المزيد من أعضاء الحزب الجمهوري الباريزين عن دعمه جاء بأسلوبه الخاص وهو وابل من التغريدات على تويتر شن ترامب هجوما عنيفا على بور رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي بالقول رغم فوز الساحق في المناظرة التلفزيونية الثانية يصب علي القيام بعمل جيد إذا لم يقدم لي بور رايان وآخرون أي دعم ترامب يصف رايان بأنه قائد ضعيف وعديم الكفاءة ومن ثم يقول شيء جميل جدا أن يتم تحريري من القيود وأن أستطيع الكفاح من أجل أمريكا كما أريد يبدو كأن ترامب يريد أن يستغل تخلي عدد كبير من زعماء الحزب الجمهوري عنه في هذه الحملة الانتخابية لصالحه ويقول بأنه يريد أن يتحرر من القيود كما سمعنا ويناظم من أجل الولايات المتحدة الأمريكية كما يريد هل يمكن اعتبار ذلك عامر الموسوي فرصة لترامب بأن يتصرف كما يقول هو بدون قيود تملى عليه من الحزب الجمهوري أبدا عندما تحدث ترامب وتعامل بطريقة انفجة مع موضوع النساء هو لم يكسر حاجزا وضعه الحزب الجمهوري ولكنه كسر حاجزا للمجتمع الأمريكي بجمهوريه وديمقراطيه بنسائه وبرجاله قضية أصبحت قضية رأي عام هذا الرأي الذي يتحدث بأن المرأة تساوي الرجل في الولايات المتحدة وفي الدستور الأمريكي فهو لا يتحدث اليوم عن قضية أو عن سياسة تخص حزب الجمهوري أعتقد أن الحزب الجمهوري اليوم في موضع صعب وما سألت سيدة مارتينا زميلتي أعتقد أنهم يريدون اليوم لا ينجحوا بسباق الرئاسة ولكن يريدون أن ينقذوا ماء وجههم يعني هم أصبحوا في حالة سيئة أمام الرأي العام هل سنشهد مزيدا من الانشقاقات في صفوف الحزب الجمهوري ومزيد من الشخصية تتخلى عن ترامب لا شك بأي حال من الأحوال هناك الكثير من القيادات جون مكين وهو شخصية يحتضى برأيها لدى الجمهوريين وكان في وقت ما اسمه يتم تداوله على أساس أنه مرشح للرئاسة الأمريكية ويقف خلفه الكثير من الجمهوريين قال بالحرف الواحد نحن يعني يبتعد عن مبادئ الحزب الجمهوري ترامب وترامب يشكره خطرا على سياسات الحزب أعتقد أن ترامب سيلجأ في حال من الأحوال إلى أيضا تكذيبي وطعن بنتائج انتخابات ويقدم نفسه على أنه ضحية لسياسات أخرى معادية لوضعه أعتقد أنه حتى أنه سوف لن يعترف بخسارته حاله حال الانتكاسات التي تحصل يوميا لكن واقع الحال يقول أن ترامب يسبب عبءا كبيرا أخلاقيا على الجمهوريين على المستوى البعيد فيما إذا أرادوا أن يدخلوا في الانتخابات القادمة على السنوات القادمة ستكون لديهم وصمة عارن في سياساتهم وفي الانتخابات القادمة هل تنتهي ظاهرة ترامب كما سميتها أستاذ حسن وكما يسميها محللون كثر بمجرد خسارته لسباق الرئاسي أم أن هذه الشعبية التي حظي بها تشكل أزمة ديمقراطية أو أزمة في المقاربة الديمقراطية لدى الإنسان الأمريكي بصفة عامة هناك في موضوع ترامب هناك ما هو أبعد من ترامب الشخص أو كلينتون أيضا هناك ما هو أبعد من الجمهوريين والديمقراطيين هناك أزمة الإمبراطورية هناك أزمة الولايات المتحدة الولايات المتحدة منذ حرب فيتنام حتى الآن تواجه سلسلة متواصلة أو متلاحقة من المشاكل هذه المشاكل هناك محاولة مثلا من المحافظين الجدد كانت لحسم القرن الواحد وعشرين الإمبراطورية البريطانية عاشت كإمبراطورية لمدة قرنين الأمريكان صعدوا صعود الإمبراطوري الأمريكي كان عمليا منذ نهاية الحرب العالمية الأولى أرادوا المحافظين الجدد أن يكون القرن الواحد والعشرين هو قرن أمريكي أيضا بمعنى القرن العشرين أمريكي القرن الواحد والعشرين هذا غير ممكن التأمين الصحي في الولايات المتحدة الهيلث انشورنز هو أدنى بكثير مما عليه في كثير من البلدان الأوروبية البنية التحتية الانفرستركشور الطرقات القطارات الموانئ هي أدنى بكثير مما هي عليه في كثير من البلدان الأوروبية الأزمة المالية في عام 2008 لا زالت تداعياتها موجودة لحد الآن لكن ما يزال الاقتصاد الأمريكي هو الأقوى في العالم بدون شك ولكن هذا الاقتصاد يعاني من عبء دين كبير جدا هذا أولا يعاني من تكاليف مغامرتين فاشلتين في أفغانستان والعراق استنزفت قدر كبير جدا من الموارد المالية لكن كل هذه الأمور أستاذ حسن ومعدل عن المقاطعة لا تهم الناخب الأمريكي وداعمي ترامب من الشارع الأمريكي هي تهم مؤسسات الدولة هم من يخططون للهيمنة والسيادة والإمبراطورية والهيمنة على العالم خلال القرن الواحد والعشرين هذا الدعم الجماهيري الذي شهدناه مؤخرا ألا يعود إلى استياء الناس من إدارة أوباما والإدارات التي سابقاتها وبالتالي البحث عن بدائل حتى لو كانت مرة هذا يؤكد نفس الفكرة لأن الناس نتيجة كل ما تكلمنا عنه سابقا قد ضربوا في جيوبهم بمعنى أن الآثار المباشرة لكل ذلك شعروا فيها بمداخلهم هناك تدني في الواقع فالأكثر تضررا من الوضع الاقتصادي هم الذين يؤيدون ترامب هذا أولا ثانيا هناك قطاع كبير من الأمريكيين يؤيد ترامب لأنه ضد المؤسسة الرسمية الأمريكية هو ضد النفاق الديمقراطيين ضد الوجوه التقليدية كما يحدث في العالم العربي هناك كراهية لكل الأنظمة ورغبة بالإنسياق حتى وراء مجانين أحيانا حتى يخلص الناس من هذه الوجوه المستهلكة طيب هل مارتينة سؤال كلام في الحقيقة في الصميم لكن أريد أن أتوسع كثيرا وأسألك سؤالا نظريا هل نهاية الديمقراطية أو أزمة الديمقراطية تترتب غالبا على تراجع نسبة الرفاهية في المجتمعات الغربية وتزايد القهر في المجتمعات العربية مثلا أو مجتمعات العالم الثالث أنا أردت أولا أن أضيف على قول زبيلي حسن الخدر أنا أظن أنه هي ليست فقط أزمة الإمبراطورية هي أزمة الديمقراطية بشكل عام أزمة الأحزاب أزمة البرامج نحن أمام مرشح جمهوري ولكن ليس له برنامج برنامجه هو شخصيته هو نحن اليوم أمام مواطن أمريكي الذي عنده عدم اكتفاء من هذه النخبة السياسية عدم اكتفاء من هذه المؤسسات السياسية من الأحزاب التقليدية وما هو جواب أو رد فعل هذه الأحزاب تبديل المنطق بالحسة تبديل المنطق بالأواطف تبديل البرامج السياسية بالأشخاص وبالشخصيات وليس له برنامج هو يطرح بموادع ويتراجع ويطرح بموضوع ومن بعد يقول أنه هذا كان كذب أو أنا قلته ولكن ليس مهم اللي قلته لديه شعبية كبيرة هل يعني أن الناس تعاطف مع شخص من هذا النوع عندما تشعر بضيق وأن وضعها المادي والاجتماعي أصبح متدنيا وبالتالي تصبح الديمقراطية في خطر على هذا الأساس طبعا هو عبارة عن الأزمة الديمقراطية العامة وهذه الأزمة الديمقراطية يعني تعاني منها لا فقط الولايات المتحدة ولكن الغرب ككل يعني البلدان الأوروبية يعني بنفس الشيء نحن بألمانيا أيضا أمام موجة الشعبوية ولنا أحزاب جديدة مثل البديل الألماني حزب البديل الألماني الذي ينتصر يعني كل الانتخابات لكن مرتينة الأخير انتصر فيهن والمشكلة أنا أظن أنه مثل الجمهوريين مفروض على الحزاب التقليدية أنه يفهموا أنه إذا لعبوا مع هذه التيارات إذا لعبوا مع هذه التوجهات هذا اللعب خطيرة جدا يعني هم بدلا أن يلعبوا فيهن ويحاولون يلعبوا مع واحد مثل ترامب مثلا يأخذ موقف هذا مهم جدا لكن مرتينة على المستوى البعيد نحن نعلم بأن الذي يعطي صوته الانتخابي بسبب الاحتجاج على الآخر سوف لن يكون مرشحيه أو ناخبي الذين انتخبهم ذو حظ طويل ذو نفس طويل بتقديم حلول سياسية لمشاكل موجودة على أرض الواقع يعني سواء كان لأمر تعلق في ألمانيا وحتى في الولايات المتحدة يعني معظم الذين يقدمون أصواتهم إلى ترامب هم محتجون كما قال الزميذي استاذ حسن يحتجون على المؤسسة المؤسسة الحاكمة في واشنطن يعني حتى العاملون والفلاحون في تكساس يرفضون حتى التعليمات والقوانين الفدرالية التي تصدر من واشنطن يقولون واشنطن تحكم في واشنطن ولا تحكم في تكساس يعني هناك رفض كبير هذا الرفض يترجم بأصوات محتجة لكن من يأتي ويأخذ هذه الأصوات سوف لن تكون له قدرة على المستوى البعيد لوضع حلول نافذة على أرض الواقع وسنذهب بالنهاية إلى فراغ سياسي هذا أنا برأيي هذا موضوع هذه نقطة أساسية بمعنى الإشكال أو الأزمة هي أزمة قيادة هذه النخب أصبحت عاجزة عن إنتاج قيادات مقنعة الجمهور فقد ثقته بالقيادات التقليدية بالنسبة للولايات المتحدة الكساد الاقتصادي في عام 29 واستمر في الثلاثينات كان روزفيلت فرانكلين روزفيلت عمل ما يدعى بالصفقة الجديدة The New Deal The New Deal الأول والثاني في عام 83 واستمر إلى 39 كل ما اكتسبوا الأمريكيون من مزايا اقتصادية وحريات ديمقراطية حتى هو يعود إلى الصفقة الجديدة الصفقة الجديدة الآن بيننا وبين الصفقة الجديدة حوالي 70 عام هناك ضرورة لصفقة جديدة صفقة New Deal جديد لا يوجد في المؤسسات السياسية الأمريكية الديمقراطية والجمهورية من هو قادر على أن يتصرف كما تصرف روزفيلت وأن يقدم New Deal صفقة جديدة للأمريكيين ترامب يريد أن يقدم نفسه ليس صفقة جديدة طبعا هو ليس صفقة جديدة هو الصفقة هو يريد أن يخفض الضرائب بطريقة دراماتيكية تصل بالاقتصاد الأمريكي إلى الهاوية إلى الهلاك ويريد أن يقدم هذه الفكرة على إذنها صفقة جديدة وأنها ستدعم الطبق الوسطى في الولايات المتحدة وتعيد لها هذا الرخاء الموعود الذي غير موجود لا شك أن المراقبين كثر يتفقون بأن هذه الشعبية التي حضي بها دونالد ترامب تعود بالأساس إلى ذلك التدني في أداء أو لذلك الأداء البسيط لإدارة الرئيس الحالي أوباما وقد حان الوقت يقول كثير لإلقاء نظرة على الماضي والتساؤل هل حال الولايات المتحدة الأمريكية سيء حقا كما يزعم ترامب هل يتحمل أوباما أيضا جزءا من المسؤولية عن تنامي قوة هذا المرشح المثير للجدل وعد أوباما بالتغيير لكن الانتعاش الاقتصادي لم يصل إلى الكثير من الأمريكيين وهؤلاء يزداد غضبهم 52% فقط يقيمون أداء أوباما بأنه متوسط برنامج التأمين الصحي أوباما كير يعتبر من أبرز مشاريع أوباما خلال فترة ولايته لكن الرسوم ارتفعت وما زال نحو 31 مليون أمريكي بدون تأمين صحي سياسة أوباما الخارجية لا يعتبرها فقط الناخبون المحافظون ضعيفة فالأمريكيون يريدون أمريكا قوية لا تسمح بتفوق روسيا والصين عليها كما في سوريا وقبالة بحر الصين الجنوبي فهل يتحمل أوباما جزءا من المسؤولية عن تعظم قوة ترامب؟ إذن هذا السؤال أتوجه به إلى ضيفتنا مارتينة سابرة هل يتحمل أوباما فعليا مسؤولية تنامي شعبية ترامب؟ لا أظن أنه فعلا مسؤوليته هو ممكن هو كان ضعيف مسؤولية إدارته طبية الحال لكن هو كان له سياسته إذا حلينا حتى سياسته بالنسبة للشاق الأوسط في مبادئ يعني هو كان عنده مبادئ هناك ناس يقولون أنه كان ضعيف لأنه لم يتدخل مثلا في سوريا قبل ذلك ولكن هناك أيضا أسباب هذه كانت سياست أوباما المشكلة أوباما مثلا بالنسبة للإصلاحات للسياسة الإصلاح مثلا التأمين الصحي وهو موضوع مهم جدا لعدد كبير جدا من الأمريكان لأنه الصحة ممكن لأنه هناك نسبة كبيرة من الأمريكان اللي ليس لهم أي تأمين صحي وأي حساب صحي حتى مرض صغير حتى إصابة صغيرة يعني لطفل يعني إذا طفلك مثلا وطفلتك أصيبت بشغلة صغيرة ممكن بتكلف الحساب 2000 دولار 2000 يورو هذا ممكن بيخرب العائلة اقتصاديا هذا الوضع مستحيل وأنا أظن أنه هيلاري كلينتون أيضا لها برامج وأحداف أحسن من هذه الناحية وأنجح راح تكون جزئيا ممكن هو ولكن أنا أظن أنه بشكل عام هناك طيار عالمي يؤدي إلى أو يدعم هذه الشعب أوية وهو بشكل عام هو أزمة الأحزاب الديمقراطية ومثل ما فضل زميلي حسن الخضر أيضا هي أزمة الكوادر أزمة الكوادر أزمة الشخصيات الشخصيات التي تقود بالحديث عن الكوادر وقد أجريتي مقارنة في معرض جوابك بأن هيلاري كلينتون لربما لديها برامج أفضل من برامج أوباما في هذا الشأن هل تعتقد عامر الموسوي بأن كلينتون فعلا تملك بداء الحقيقية للأزمات الكبيرة التي يعاني منها المجتمع الأمريكي معلأسف لا أعتقد ذلك وذلك بسبب أن السياسة الأمريكية تمر بحالة تقويض هي مقوضة على المستوى إذا تحدثنا عن السياسة الخارجية وسنأتي إلى الداخل الأمريكي يعني الأزمة التي تعيشها الولايات المتحدة في سياساتها الخارجية في مناطق السراعات المختلفة في العالم جاءت ليست بسبب سياسات أوباما إنها تلكة ثقيلة منذ كلينتون منذ ريغان يعني لم تستطع الولايات المتحدة أن تبلور موقفا عالميا يجمع حلفائها باتجاه وضع مقومات التي بنيت عليها الدولة في الولايات المتحدة الحرية والديمقراطية والعدالة وأن توضعها هذه موضوع التنفيذ في المناطق التي دخلت فيها في صراع انظر التراخي في تعاطي مع أزمات كثيرة منذ بوش يعني حتى بوش عندما تدخل الإبن في حربه في أفغانستان وفي العراق لم تكن تدخله نابعا من بعد سياسي هو قد يكسب الحرب ولكنه قد يخسر المعركة انظر إلى أوباما وهذا التردد والتململ في سياسته الخارجية وهكذا يعني كلينتون سترث تركة ثقيلة على المستوى السياسات الخارجية يعني انظر المحاورون في الأمريكيون في وزارات الخارجية عندما يذهبون إلى منطقة لا يستطيعون أن يقدموا حلولا تفرض على أرض الواقع يعني لو تحدثنا عن اتفاق دايتون عندما أنهيت به الحرب في البوسنة والهرسك عندما جاء بالمتقاتلين في البلقان وجلسوا في عام 96 حتى الآن هناك صراعات في المنطقة يعني الأمريكيون تركوا الأوروبيين يحاولون وضع حل ودخلوا آخر نقطة يعني اليوم هناك مشاكل ولو تركني دقيقة واحدة فقط على المستوى الداخلي كلينتون سوف لن تكون قادرة على خطب ود الذين انتخبوا ترامب نتحدث عن نصب أو ثلث الشعب الأمريكي قد ينتقب ترامب سوف لن تستطيع بطروحاتها اليوم أن تخطب ودهم سيبقون خطا معاديا لسياساتها وسيقومون بتجميع أكبر عدد ممكن في الانتخابات التي ستلحق كلينتون وأعتقد أنهم قد يفوزوا فوزا كبيرا على الديمقراطين بعد أربع سنوات من الآن طيب لديك تعليق أستاذ حسان لا أنا أردت القول أن إضافة إلى كل ما تقدم هناك أزمة قيادة على مستوى العالم بمعنى لا يوجد ساسة كبار عالم بعد الحرب العالمية الثانية بناء تشرشل دي جول روسفل براند نهرو أين يمكن أن نجد ساسة كبار يشبهون هؤلاء الآن غير موجود روسفل آيزنهاور غير موجود هون هذا هو الإشكال فهذا إشكال وما أدراك العالم العربي طبعا لدينا سيد أردوغان بذلك فهذا إشكال حتى بالشارك الأوسط هناك مشكلة لا يوجد ساسة كبار هذا إشكال على صعيد العالم وهذا أيضا مخيف طيب لكن البعض وهنا أقتبس كلاما للمشاهد الكريم حكيم ريحاني يقول ليس المهم من هو أفضل المهم أنه سيمثل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وكلنا يعلم أن البيت الأبيض له نظام وهو لا يستطيع أي رئيس تغير شيء فيه وأما العلاقة الأمريكية العربية فهي كانت تأثر بأشياء أخرى والبيت الأبيض لا يلعب دائما ذلك الدور الحاسم هل تتفق مع ما تفضل به متابعنا على الفيسبوك الزميل حكيم ريحاني هناك جانب صحيح بمعنى كلينتون أو غير كلينتون لن تتمكن من إيقاف التحولات الاستراتيجية الكبرى في سياسة الولايات المتحدة لأن هذه قد أملتها شروط كونية في الواقع انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط أو تقليص وجودها من الشرق الأوسط هذا شيء أكيد سواء كلينتون أو حتى ترامب أو غيره رغم أن بعض العرب بعض الحكومات العربية وهذا شيء يصير العجب فعلا هي تتمنى أن ترى ترامب في البيت الأبيض مثل من؟ بدون حكومات محافظة وتقليدية وهذه الحكومات تعتقد أن وجود ترامب لأنه تكلم عن سياسة أكثر عدوانية في الشرق الأوسط أنا أعتقد حتى لو جاء ترامب إلى البيت الأبيض ستفرض عليه شروط ولن تمكنه من ممارسة هذا النوع من السياسة وما فعل أوباما هو ترجم لي تحول استراتيجي كبير في سياسة الولايات المتحدة لكن هذه السياسة لانعزال والانفتاح هي دأب أمريكي أو تقليد أمريكي عريق منذ مئتي عام تماما ربما تتغير الأمور الآن في عهد كلينتون أو ترامب غير ممكن التحول الاستراتيجي الكبير هو نحو آسيا نحو الصين واليابان بالنسبة للشرق الأوسط الموارد الطاقة من الشرق الأوسط هي ضرورية ولكنها لم تكن لم تعد كما كانت في عام 1973 أو في عام 1990 عندما تدخل الأمريكيون لحماية لطرد صدام حسين من الكويت وحماية السعودية لا هناك مصادر بديلة للطاقة الآن الصراع على إيران لأن إيران هي أقدة مفصلية كبيرة في الشرق الأوسط بالنسبة للأمريكيين الآن هناك تفاهمات أمريكية إيرانية هذه ستستمر على الأرجح الخاسر الكبير في كل هذه من انسحاب الأمريكيين سيكون الذين استثمروا كل حاضرهم ومستقبلهم في العلاقة مع الأمريكيين واعتمدوا على النفط من هم؟ دول الخليج؟ مثلا سعودية حتى هم يعيشون اليوم في أزمة تخبط بينما ضغط الإيراني على حدودهم في الخليج وحليف أرادوا له أن يكون سدا لظهرهم وهو يدير ظهرهم أعتقد أن كل الدول التي استثمرت في طاقاتها البشرية في الاعتماد على شعوبها أعتقد أنها ستكون قادرة على الوقوف بوجه التعديات انظر على سبيل المثال المغرب مثلا على سبيل المثال يعني مثل قد أو عمان على سبيل المثال مثلا لدولتين عربيتين نأيا بنفسهما عن الخلافات التي تحدث في المنطقة وهناك خطوط مفتوحة مع الأمريكيين لكنهم لم يعتقدوا في يوم من الأيام أن الأمريكيين هم طوق النجاة لكل مشكلة قد يواجهون وهم الآن ينعمون باستقرار سياسي واجتماعي بنسبة أعلى بكثير من الدول التي اعتمدت على الأمريكيين كدول الخليج عندما قدمت استقالتها من وزارة الخارجية كتبت هيلاري كلندون توصية إلى الرئيس بارك أوباما قالت فيه اتبئ سياسة تقوم على أساسين الأساس الأول أن تتوعد العدوة بالحرب وبالقصاص ولا تفعل شيئا وأن تعيد الصديقة بأشياء ولا تقدم له شيئا هل تعتقدين بأن هذه السياسة ستستمر خاصة في علاقة كلندون التي يراهن عليها قسم كبير من الحكومات العربية عندما تنجح في الانتخابات المقبلة؟ يعني أنا لا أرى في الكرة هذه البلبرية الزجاجية هذا صعب قليلا ولكن أنا أظن أنه هيلاري كلندون هي صاحبة مبادئ ومن الأكيد أنه ستتابع أفكارها في سياستها المستقبلية ولكن أنا أظن أنه لازم نرجع علينا أيضا أن نرجع للسياسة الداخلية في أمريكا أنا أظن أنه التحدي الكبير لهيلاري كلندون إذا نرجحت سيكون التحدي الداخلي وهناك تحديات كبيرة في أمريكا هي ليس فقط النظام الصحي هو أيضا نظام التعليمي والمشكلة دائما هي ليست فقط أزمة الديمقراطية والأحزاب والبرامج هي أيضا مشكلة في النظام السياسي الأمريكي بذات أن أي رئيس دولي في أمريكا هو دائما أمام كونغرس أمام قوة سياسية مضادة أيضا وهذه كانت مشكلة أوباما سابقى معك مارتينو ولكن ننتقل إلى موضوع لا ننسى هذا الموضوع سننتقل إلى موضوع آخر كان من بين التحديات التي واجهت ترامب خلال حملته الانتخابية وحتى الآن إنه موضوع الهجرة والأمن واعتبر ذلك من المواضيع الساخنة خلال الحملة الانتخابية الأمريكية فريق دويتشافيلا قام بزيارة لولاية أريزونا الواقعة للحدود مع المكسيك حيث يثير موضوع الهجرة غير الشرعية قلقا كبيرا لدى الناس هناك نتابع مرب الماشية جيم شيلتون من أريزونا يرين مملكته أكثر من 200 كم مربع تمتد حتى الحدود المكسيكية لسنوات عديدة كان هذا هو الطريق الرئيسي للمهاجرين غير الشرعيين واليوم يستخدمه في المقام الأول تجار المخدرات ركب جيم كاميرات مراقبة خفية وهذه الصور التقطت هذا العام ما يثير السخرية هو أن حدود الولايات المتحدة على مزرعة ليست سوى سياج شائك رفيع يريد جيم أن يستبدل السياج بجدار متين وهو يريد أن تقام هنا أبراج مراقبة لشرطة الحدود والتي تتمركز حاليا على بعد ثلاث ساعات شمالا لماذا لا توجد مراقبة على حدودنا الخارجية؟ لماذا لا يوجد هنا جدار؟ ولماذا لا تتاح الهجرة بصورة شرعية؟ إذن هناك دعم شعبي لربما حدته لنعرفها جيدا ولكن هناك دعم شعبي لنظرية الحائط والسد المنيع بين المكسيكو والولايات المتحدة الأمريكية عمليا التدعيات السياسية لقرار مثل هذا عامر على علاقة واشنطن بكل دول أمريكا اللاتينية هل تتحمل واشنطن توترا في العلاقات إلى هذا الحد؟ لقد ذهب هذا الضياء الذي كانت تمثله الحياة الأمريكية والثقافة الأمريكية لدى حلفاء الولايات المتحدة كانوا يعتبرون الولايات المتحدة مثلا أعلى يقتدى به في سياسات الحريات العامة والانتقال وحق الانتقال وحق السفر يعني لم يعد هنا من يتحدد في أوروبا على القل بأن الولايات المتحدة هي تمثل هذه المعايير الأخياقية العليا هناك مشاكل مع المكسيك مشاكل كبيرة أعتقد أنه سوف لن تنتهي بوضع سياج حاجز ومثلنا بذلك مثل الهجرة التي أصبحت اليوم في أوروبا والتي ألمانيا أخذت الكبير منها حتى أن ترامب المضحك المبكي بأنها وجه انتقاداته إلى المستشارة بأنها فتحت الحدود والقضية لا تحل بوضع أسيجة ومعايير المشكلة التي تحتاج إلى حلول لا يستطيع لحد الآن أي سياسي في الولايات المتحدة أن يحلها بضربة واحدة إذن أستاذ حسن كذلك تحدث ترامب عن منع دخول العرب والمسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو تدقيق في هوياتهم قبل السماح لهم بالدخول عمليا هل يمكن ذلك؟ غير ممكن ولكن أود القول من المحزن أن يكون هناك شخص كترامب ومن المحزن أن يكون هذا الشخص قد أصبح قريب من البيت الأبيض في دولة مهمة ومركزية في العالم يعني كل موضوع الهجرة واللاجئين والجدار وغير ذلك هو شيء غير عقلاني ولكن من المحزن أن يكون هذا اللاعقلاني هو جزء من السباق للفوز بالبيت الأبيض في دولة كالولايات المتحدة هذا شيء محزن تماما ومخيف أيضا إذن أشكرك الأستاذ حسن خضر الكاتب ورئيس تحرير مجلة الكارمل وأشكرك أيضا عامر المساوي الصحفي والمحلل السياسي وأشكرك مارتينا سابرة صحفي والخبيرة في قضايا تنمية ديمقراطية إلى هنا نصل مشاهدين الكرام إلى ختم هذه الحلقة من كوادريغا إلى اللقاء نهاية محزنة للحلقة أستاذ ترجمة نانسي قنقر